مما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج مشاهد العذاب في جهنم عريضت عليه بالصوت والصورة وتلك المشاهد مرعبة ومخيفة لأناس يعذبون بأنواع من العذاب وقد نقل النبي صلى الله عليه وسلم لنا هذه المشاهد لنتعظ بها ونأخذ الدرس والعبرة منها ومن تلك المشاهد عذاب المغتابين الذين يخمشون وجوههم وصدورهم بأظفار من النحاس والدماء تسيل منهم وعذاب أكلة الربا الذين يسبحون في نهر في دم ويبتلعون الحجارة وعذاب المتكاسلين عن الصلاة تدق رؤوسهم بالصخر ثم تعود كما كانت وعذاب الزنات الذين يأكلون نحمل نيئا منتنا مع وجود لحم نضيج طيب وعذاب خطباء الفتنة نسأل الله العافية تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقارض من نار وهم الذين يخطبون بين الناس بالفتنة والكذب والغش وكذلك مشاهد أخرى رآها النبي صلى الله عليه وسلم من أصناف العذاب أعاذنا الله وإياكم من جميع أنواع العذاب إنه سميع مجيب تقريباً لكوشفاً 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 لكم ترجمة نانسي قلنة